اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله يارب تكونوا بخير ونعمة ناس الكل الصباح أبط لكم فيديو أذاك اللي بنادي فيديو متاع أمس تفسخ لي هبطوا الصباح بعد تفسخ الله غالب عودت هبطه لكم و الله غالب فيديو كام تفسخ منعرش لشنواء السبب المهم اليوم فيديو جديد فيديو خفيفي لحقيقة مش مش حاجة كبيرة خطر تلهيت تلهيت في الصباح الحقيقة مع صغار وكل شيء ما تلهيتش ما صورتش و ما عملت شيء الحقيقة في الدار اليوماتي جاية قلت بش نعمل تنظيفة بيها للدار إن شاء الله غدوة قلت نظف البيوت ونظف الصالة وركح تنظيفة بيها إن شاء الله قبل العطلة خطر أكيد تعرفوا العطلة جاية وجاية معها القراية والضغط انتع القراية حابة نعمل تنظيفة بيها للدار قلت ما عندي ما نعمل حقيقة اليوم قمت أعملت قيوة ما نعرش اليوم عليش حبيتك أن نشربها هكا ميكس تعرفت يعني مخلطة عملت في نسكافية عملت في واحدة متاع متاع كابتشينو وكل شيء قلت خليني هكا النوع شوية في القهوة وعندي ذي خبس لهواء اللي عملتها معاكم هكا نقص منها شوية ونحط منها للمرسو نفطروا بها اليوم قلت خلي فيسا نفطروا معناها ناكلوها قبل ما قطركم رأي الكريمة عامتي قديمة شوية من خافلة تتهلك ولا حاجة لها قديمة الصباحة ما عادش اللوجو برش على الحليب تكون مش على الحليب على السكر الحليب قبر كتعرف عندي تقريب أربع أيام شربتش قهوة بوس بوسة كبيرة غادة إن شاء الله ربي يخليك ويفرحك ويعطيك وما تتمنى وربي يخلي لكم ابنيتك يا ربي غاد غودة تسكن لهني بحذية مش وهي مش بحذية في حي رياض حاصيلوا مسكينة تلملي في الحليب وتلملي في السميد والفارينة الشهر اللي فات خديت من عندها لمتلي هيك حليب وفارينة كملت بهم الشهر تقريب خطر ما عنديش لازم نحط حاجة هيك الصباح ونخوا قهوة ونخوا عرفتوا راحتي في قهوتي بشك نفهم روحي شنو بش نعمل نبدأ نقعد نخمم نعم شنو بش نعمل اليوم شنو بش نعمل اليوم شنو بش اما صراحة كي ما قلتلكم في الدار مانيش نو بش نعمل حاتا شي خلتا يا برا مدام صغاري صغاري قاعدين معي اوه مام شاووش اليوم حتى سلمي الحقيقه مام شيتش لابنتي وليت بخلية 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 على الاخر ساعة تقوم العشرة ملي كانت منظمة تقوم مع اخواتها وتخرج مع اخواتها وكل شيء من عش يمكن تقسم بخلها ولا كيفيش وليت تقوم عادي التسعة نفززها بالسيف التسعة العشرة هي ومخها وقدش تمشي تمشي للروضة وليت تبخل على الاخر بالرغم ترقد مع اخواتها وليت تقوم ماخر وليت تنسى على الحس تقوم اما تولى وليت اخو راحتها في النوع اولا هنا لابنتي خديت كتاب سالم وانس اسمهم والله انا نصورهم لكم وليبنتي نصورهم لكم دجال الفيديو مصورته واني كمشيت نشري فيهم اه عجبوني يعلق حصلوا المرة هذه اللي خديتهم اه كهو مش يمشي و مازال بكري هو المحالة مقدر المحظر ورواحكم يقرأوا المذي ساعة حطيتهم يقرأوا الانس قريفة في الكتابة متاع الدار و سالم تتكيف كيف حطينا قرينا والهني عملت بخيرة حطينا يقعدوا قريفة و يمشي اليوم عندي الحقيقة فاضل من امس ماكلة منيش بش نطيب شنطيب العشي قالوا لي ما اعملنا بيزا عندي قديش ما اعملت هيش البيزا اعملنا بيزا اعملنا بيزا اعملنا بيزا قتلي سيرين جربها يعني انا اعجبتك خوضها و كما اعملتك الشخطخة لاني زايد عندي فور والحقيقة فوري باهي وكل شيء قتليا ذي خير قتليا باهية لبيزا لم تتجهلك الضوكي ملفور و فاسعى مطيب لك الحاجة حسينو مجيطت عجنت شوية بيزا تشجعت اني عمدي تقريب جمعة و هيا جمعتين شريل في روماج كيف نفعل بها البيتزا لم تتسجع تقوم بعمل البيتزا قلت دعني نجرب نرى بها بالحق معناها في ساعة في ساعة ولم تستهلك الضوء ماذا الحكاية حصلت نرى نستعملها ونوري هي لكم خاطر اليوم الحقيقة وصلتني مخر نوري هي لكم في اخر فيديو اما وصلتني مخر وسهل حق عملت البيتزا في الفوت دعني دخلت بش نعمل تبخيره للدار قلت مدام اني ما عملت شي اليوم على اقل هيك شوية تبخيره جزت حاليت الدار السباح ولميت البيوت وكهو كسل ما ادرا فيش قادة تلون الهني قبلت بشكل احضره دعني كوشينه خاطر اليوم التبخيره حاطيت السوس متع بيتزا طيب خاطر اليوم التبخيره خاطر اليوم نعملها كل مصموطة لا نقلالها حتى نحط شوية تماطم وصل وثوم نغليه وكهو بعد نرحها قلت هاتو نلقها العشية حاضرة كهو اللبنات هنا ساي الصغار بشي ويقرأ حطيت البخور في البيت قلت خليه كتفواح الريحة تطفى شوية وكهو اللبنات هنا ماشي يقرأ دخلت الكوجينة العشية تقريبا مع المدى ساعتين كي تخرجوا بعد ما خرجوا لولا تقلت دخلين حضر العجينة بتاع الفيتزا بعد نلقاها حاضرة خامرة وحاضرة كي نعملها بالفارينا عادي نحط لها شوية سمية كهو اللبنات هنا نحضر كيلو فارينة عملت معاكم برشا رساتي تمتع بيتزا كل مرة وحقيقة ونستعمل رسات ليس لديك رسات اللبنات نستعملها نضيف باكو خميرة وحطيت السكر وعندي لهني لبنات رايب نضيف باكو خميرة وحليب بقري ساعتين روبلي نستعمل للعجينة يستعمل حليب باكو خميرة وحقا نضيف لهنين والح وكهو ثم نضيف زيتونة قليلا ثم نضيف زيتونة ثم نضيف زيتونة ثم نضيف زيتونة نضيف زيتونة نضيف زيتونة سمية إستمرر نحن تضع جيدا نضيف فريكاسية لدى شادة روحة تبدي شادة روحة لا تبدي الشادة بسبب شادة روحة يجب ان يغلي بكري مع البصل و الثوء لن نرحيه لاني اناس ما زال ممشيش يقرأ وضع لكم بكري خرجوا ما حق الفيديو هذا يقديم شوية عندي سبقت لكم تعذارنا والبي رحمة و لا تركي الوقت لكم باعتماري سنطور الاشتراك ضعر الموضع و الروتينات عادي في اي نهار خطر هكا هو الروتين معناه في داري صغار دار كوجينه هذوكم عادي نتحكم فيهم ونحطهم معناه وقت اللي نحب اما يبدأ فيديوه مثل متاع دارنا نحق نحبه نحطه ودي ريكت معناه بعد ما تعدى نهار هكا خطر يبدأ فيه خروج وكل اما الروتينات هكا هو معناه هكا هو نهاري في الايامات العادية نفسه فمش حتى حاجة تفرق كما كنت ولا لاقيا وقت اني نعمل مونتاجي كما كنت ولا لاقيا وقت اني نكون منظمة في الفيديوهات ونحبه الفيديوهات ملقيتش كيفيش يعني لبنت حطيت رحيت البيتزا زيت لها شوية كليل وزعتر وعندي فاحة متاع بيتزا كيكا شيريته حطيت منه شوية وكهو لنحط لها تماطم رحية لحتى شينحس هيكا ابن حطيت لها شوية زيت يعني باشر لما تعملي شكا القشرة ليبزا في الاخر الفوق يعني وكل نغطيها ونخمر فاقلها نزحت العجينة وحطيتها على جنب تحسين وحطيت من الريق عصير سنموت عصير تحسين شراب كثرت لحقيقة مشروبه ساعة نشربه حتى ثلاثة اربعة خمسة مرات ستة مرات في النهات لكل مدخل من الكوجينة نعصر شوية لدي جبونات شاريتهم عندي برشا و تقريبا جمعتين او ثلاثة شاريتهم معناها جبونات بيزا و لم تشجع قتلت عندي فوري و ماشاء الله لحقيقة بشرجها حسيتها زيد كيف الفور لا نستحقها هي قتل 100 دينار لحقيقة كان لديكم فكرة تكفيض الوحيد لذلك تستهلك اقل من الفور ولا لا فما اجربيها لبيزا حسيتها للملاوي كعبة مستبضة طيب كعبة ملاوي اما تقعد بيضة وليس جمع الجاز لك تجربة في تحتاج جراية و قمت بتحديث انا قلوني في التعليقات اشترك في تحتاج القليل قتلي راهي لا تستهلك الضوء استخيلتها معناه دوبا نضعها الكعبة قلت بليك شركة تبدأ نارها قوية كعبة البيتزا تقلش عليها المشرية خطر تبلي نعمل بيتزا في الدار خطر البيتزا اللي يعملوها تبدأ مشرية تبدأ نارها قوية على الأخر لماذا تحب النار القوية قلت بليك سفيسع فيسع نضع كعبة البيتزا طيب قلت بليك شركة كعبة البيتزا نشوفها معناها تستحق المياه تلف نستحق اني ناخذها ولا لوحة عليها نعرش الحقيقة زيدوا انصحوني انطمان في التعليقات قلولي تفرق البيتزا متاحة على اللي خاصنة اللي يعيشه البر قلولي ان تصورها باش تعمل خبزك السيسموك كعبة البيتزا كعبة البيتزا كعبة الراجلي كعبة مناقلة عن 3 يام انا قلت بحقية الصغار، وكعبة خبزك السيسموك قلت بليك شط وفلن ناكمل منها منها كعبة منها من غدوة من غدوة سوف يحصلوا ثلاث يام ثلاث يام بعد ناكمله سخنها في القلية تقوش عليك تاو تواعمل تحت جبن يذوب هيا عشاق البيتزا يتشجع ويعمل كعبة غدوة مستحيل تلقى عيلة متحبش البيتزا ميحبهش البو يتحبها لم متحبهش لم يحبها الصغار ميحبهش الصغير يحبها الكبير نموتوا على البيتزا نقبها شوية ونحط لها السوس ندخلها شوية للفور بشكل جبن ما يتحرق ليش خاطر النار قوية نستعملها على الاخر نموتوا على البيتزا مكتوب عليها جبن مزاريلا عربي مكتوب عليها تهبل محالة لم يحبها لديها كل فم يبيع الحليب وكل يبيع المزاريلا العربي اما هذي من مجازينها تحبتها تحسيها تقلش عليها بلاستيكة تقلش عليها بلاستيكة اما محلها تحبتها تجبد تهبل 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 حانيا تحبت عليها تحبت عليها تحبت عليها اما انه يستعمل المزاريلا العربي من عندك تحبت عليها الحليب وكل اشتركوا في القصان بالسيف كما البلاستيك بالضبط اما ياسر محليها بنينا وهيكا تتجب تهبل اكا وقدت لي اخر كعبة هذية معناها لا يوجد بلاتوات في البلاتوه هذية مطلوبة اضع الكعبة مطلوبة ادخلها معكم اتعجبني في الفاسة السميدة المنزل لاحقا بشكل كعب يحقق كعب البيتزا لاحقا بشكل كبير لاحقا بشكل كبير 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 ليست محنا بشكل كبير كبير نضع ميني بيتزا لا نقص كعبة بيتزا ونقصها حتى يجيب حذية نحسها ابن من الميني ميني متجمش نضع جبونات كما هيكة ولا جيكة كطرية كما هيكة شوفوا هنا البنات الجبن اللي حكيت لكم عليه التوقيت منه نعود ان نصوره لكم هكذا يأتي ليش يجي بطبيع اول مرسو لازمتيني ناكل منه لهني كعبة راجلي قالي سيرين عملي فاها كعبة عظم قطلو كني راونا جماعة هما البيتزا نرمو على ايطاليا قطلو كني شوفونا لما يندبو احنا مع بنوس و عظم و نبدع في حاجة لازم نعمل لماذا نعمل لما سأقوم بساطة و حصيله كل العظم في الحقيق يمكن اكل بيتزا الاخرى لبناتك العربي متاعنا تكلمت عليها البيتزا العربي تحس فيها رشة مع بنوس نحن نوع و هذي نوع و هذي نوع و هذي نوع مديت الكعبة الاخرين هذي حطيت كعبتي حطيت حبيت انطيب العجينة وبعد نحط لها السوس و هذي حبيت شايحة و هذي نوع 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 ما شاء الله شبعت شكرا 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 نظف الكوجينا نظف الكوجينا نحب نبدأ في الكوجينا نبدأ مرتاحة على اقل الصغار لن تقعد بحذية نقرق بها هنا نقرق بها هنا براكل براكل حكينا ارخامة ومسحتها نقرق بها كم نخسل مع عونات اللي لميتها تحسوا تقص ما هو الشكل يبخلك معناها على التنظيف وعلى ستخوني البرحة واحدة واحدة بعد ما كملت ركحت العشي لا تنسى ديما معناها نتعشاوكة ويعني لا نعمل حتى الشي لحقيقة لقد اشجعت على الكوجينا ومشيت حرقتها مسحت المروات مسحت لزيليمون كل الكوجينا سخونة الدنيا على الاخر اصباح بردة وكل مبعد سخنة مش نرمى للدنيا خسلكوا جينا حالة فيها فور وطاطيب وكل حسيتها السخنة على الاخر كملت خسلت المعون وهنا لبنات قتلي حتى نجيب لك تشوفها اخذت لبنات سيلفر كريست ماركة ألمانية لا يوجد المقلدة التي تتباعها في تونس تجيب فيهم فمالي من فرنسا وكل هذه كعبة جديدة ترحي العصير اذا قلت لكم اخذتها من عندها 220 حق ما زلت ما خلصت هي اشاني ما انا ناخو من عندها بشوية ونخلصها بشوية اخذت من عندها اربع اسبيراتورات اخذت كعبة لدارنا وكعبة ليا وكعبة لأختي نادين وكعبة لصاحبتي ما زلت ما خلصت هي وكعبة لدارنا اخذت اربع واخذت هذي قاتل 220 جديدة وكعبة لديكم اذا قلت لكم اذا قلت لكم اذا قلت لكم نصورها كعبة ندين اختي اما تونسية عندي قديش حابة منها الحقيقة نحب نعمل بها سيتروناد ولا نعم بها هكا غلة معناها نعصرها عصير عندي قديش حابة عليها نحب نعصر عصير وكل شير محالة عندي المكسوريت اما قلت هذية خير وجابتلي عندي هذية عصارة هذية كعبتها بمية دينار استعملتها خطدان عندهم برش يحبوا على عصارة غالية شوية لقيقة قلت خلينا نستعملها كان عجبتني توناخو كعبة لما ما عطيتها تشد يديها بكعبة متاع الهومة زادت حفونا الهومة مساعدتني توا منعبنا ولا بس علي اما غزيت اخذيت الكعبة هذية دعني نجربها نحب اني حاجة البره على الاخر نحسها كليتي متاحها خير برشة من حاجتنا لهني وهذية اللي بناتل عصارة بمية وهذية كمتاع البيتزا بمية اعتني رايكم وقلوا لكم